اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة وثلاثين فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر هذا وتسود بلدة العسوية في القدس أجواء شديدة التوتر بعد إحكام إغلاقها بالكامل من كافة الاتجاهات بمكعبات إسمنتية وحواجز ترابية وحول ذلك وفان مرسلنا في القدس أمجد أبو عرفي بمياليه نعم القدس ما تزال تشهد حالة شديدة من التوتر والحذر أيضا الشديد في أعقاب استمرار العمليات التعزيزية حقيقة تعزيزات عفوا أمنية شرطية أيضا عسكرية اليوم اليوم شاهدنا تعزيزات عسكرية جديدة ليس أمنية فقط وشرطية وإنما جبات عسكرية للجنود وقوافل من الجنود الإسرائيلية بدأت تتوافد إلى مدينة القدس إغلاق كامل لكافة الأحياء ليس فقط الحي العسوية وجبل المكبر وإنما أيضا في مناطق مختلفة جدا بعض الاشتباكات أيضا لا تزال دائرة في حي العسوية ومناطق مختلفة أخرى يمكننا أن نرى من هنا من خلف الإغلاقات أحد الإغلاقات الكاملة لأحد الشوارع الرئيسية في جبل المكبر حالة من الغضب الصخط الشديد تتعاظم حقيقة مع استمرار هذه العمليات وهذه الإجراءات الأمنية وبالتالي الأراء المواطنين هنا تقول بأن هذه الإجراءات ليس من شأنها تخفيف من حدة التوتر وإن كانت قد خففت من حدة العمليات والاعتداءات في المدينة في اليومين الماضيين هناك خشية حقيقة من انفجار الأوضاع مع استمرار هذه الإجراءات الليلة الماضية توفيت إحدى السيدات البالغة من العمر 65 عاما من سكان حي العسوية على أحد الحواجز على مدخل المدينة بعد أن لم تتمكن من الخروج وهي تعاني من مشاكل تنفسية أيضا إلقاء الغاز المسيل للدموع أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية لديها وأيضا وفاتها بالتالي حالة من الغضب تصود المناطق المختلفة الاشتباكات أيضا وبالتالي على ما يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد وليس نحو التهديئة